أهمية بكتيريا الجهاز العظمي أهمية بكتيريا الجهاز العظمي أتعلم يا زالم؟ أنا أتمنى أن أصبح علمة عظيمة في يوم من الأيام وأخترع أدوية تقضي على كل أنواع البكتيريا على كل أنواع البكتيريا يا فاطمة؟ هل أنت متأكدة من ذلك؟ بالطبع يا سالم بإذن الله يتحقق حلمك ولكن إياك أن تخترع دواء يقضي على بكتيريا الجهاز العظمي يا فاطمة بكتيريا الجهاز العظمي؟ هل توجد بكتيريا في الجهاز العظمي يا سالم؟ نعم، هناك أنواع مختلفة من البكتيريا في الجسم ومعظمها في أعضاء الجهاز العظمي كالأمعاء الغليظة بكتيريا في الأمعاء الغليظة؟ ما فائدة البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة يا سالم؟ فائدتها أنها تتغذى على بقايا الطعام غير المعظم مثل السليولوز وهل للبكتيريا فوائد أخرى؟ نعم، فالبكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة تقوم أيضا بإنتاج فيتامين كاف وفيتامين باء ويعمل فيتامين كاف على تجلط الدم عند حدوث نسف نتيجة جرح بسيط أما فيتامين باء فهو ضروري في عمل الجهاز العصبي وهو نوعانهما النياسين والثيامين كما أن تلك البكتيريا لها دور في تحويل صبغة العصارة الصفراء إلى مركبات جديدة وتحطم المواد الموجودة في الأمعاء وينتج عن ذلك الغازات يبدو أن الأمر مشوق ولكن يجب أن أذهب الآن لأساعد أمي في بعض الأعمال هل تعيدني بمعلومات أخرى عن هذه البكتيريا غدا؟ بالطبع يا فاطمة ولكن بشرط واحد وما هو هذا الشرط؟ أن تسمعي ملخص ما تعلمناه اليوم لأخبرك غدا بمعلومات جديدة حسنا خلاصة ما تعلمناه اليوم هو البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة تتغذى على بقايا الطعام يستفيد الجسم من البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة بإنتاج فيتامين كاف الذي يعمل على تجلط الدم عند حدوث نسف نتيجة جرح بسيط وفيتامين باء الضروري للجهاز العصبي وللجسم كي يقوم بوظائفه والبكتيريا لها دور في تحويل صبغة العصارة الصفراء إلى مركبات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر